اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من ريف إدلب مراسلنا على الدين اليوسف على أحييك وكالعادة دعنا نستمع منك لتفاصيل أوفى حول هذه المعاناة المستمرة منذ سنوات وحتى الآن للنازحين السوريين في الشمال تفضل نعم أحمد حقيقة يستمر الوضع كما هو عليه المخاوف بعد أيام معدودة من الآن منخفض جوي صعب وقاسي بموجب توقعات الأرصاد الجوية سيضرب المنطقة بأمطار غزيرة وربما هناك أيضا احتمالية لتساقط الثلوج على بعض المرتفعات في ريفي اللاذقية وإدلب طبعا هذه العواصف لا سمح الله إن حدثت ستكون هناك كارثة إنسانية حتى الآن الدفاع المدني وبعض المنظمات المعنية حذرت النازحين بشكل مباشر بأن يقوموا باستعداداتهم لكن أحمد حقيقة ما هي هذه الاستعدادات الخيام ممزقة الأوضاع صعبة بعض العائلات حتى هذه اللحظة لم تحصل على تدفئة طبعا نهيك عن الخيام المهترئة التي لم يتم استبدالها منذ سنوات فكما ذكرت لك أحمد لا سمح الله إن كانت هذه العاصفة كما توقعت الأرصاد الجوية سيكون هناك حقيقة ظروف صعبة أصعب من التي يعيشها الآن هؤلاء النازحين حتى الآن أحمد يعني الاستجابة تعتبر ضعيفة الاستجابة من قبل المنظمات لهؤلاء النازحين بسبب أن هناك عدد كثير من 1600 مخيم هناك عدد كبير من المخيمات لم تحصل حتى الآن على مواد تدفئة أحمد أعلاء يعني لماذا الاستجابة ضعيفة هل بسبب طول الأزمة بسبب الأعداد الكبيرة في الشمال السوري من النازحين أم ماذا هناك عدة أسباب أحمد حقيقة إثنى عشر عاما إثنى عشر شتاء قارصا يعني والأعداد كبيرة بعض المنظمات تعمل لا يمكن أن نقول أن لا يوجد استجابة على الإطلاق بالعكس تماما هناك منظمات تعمل منذ سنوات وتقدم وحتى الآن هي تقدم لكن لدينا ما يقارب أربعة ملايين ونصف فقط في إدلب وريفها فبالتالي الأعداد كبيرة هي بحاجة إلى مساعدات دولية لا يمكن تغطي كل هذه الأعداد يعني ولربما هناك أسباب أخرى أيضا كما ذكرت لك إثنى عشر عاما ولم يتغير الوضع على العكس تماما أيضا الأزمة الأوكرانية حرب أوكرانيا وروسيا أثرت بشكل سلبي على المساعدات وعلى الدعم المقدم السلة الغذائية للمرة العاشرة والأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة يقوم بتخفيضها فبالتالي هذه أحد الأسباب ناهيك على الأسباب الأخرى أحمد هناك أسباب سياسية هناك أسباب يعني بالإضافة كما ذكرت لك أن العدد الكبير لا يمكن لمنظمة أو منظمتين أو ثلاثة أن تغطي هذا العدد بكافة أنواع المساعدات من مساكن من أغذية من دواء من غذاء هذا أمر صعب جدا شكرا جزيلا لك علاء الدين اليوسف مراسل الجزيرة مباشر كنت معي من ريف إدلب أشكرك شكرا جزيلا مع علاءة نهاية المساعدين مشاهدين الكرام شكرا موصول لكم على طيب المتابعة غدا بإذن الله ألتقيكم في مساعدة جديدة أترككم الآن في رعاية الله وعمل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة